سلام عليكم من أهم القواعد في اللغة الإنجليزية هي القواعد البسيطة الأكثر استخداماً اللي منها الماضي البسيط والمستقبل البسيط والمضارع البسيط نحاول نشرحهم بشكل بسيط أول حاجة The Past Simple أو الماضي البسيط بستخدمه علشان أتكلم عن حاجة حصلت في الماضي وخلصت خلاص يعني مثلاً I watched a movie أو I studied for my exams أنا ذكرت أو أنا عملت التركاية الوحيدة اللي لازم تركز فيها في الزمن دوت هي أن بعض الأفعال بتنتهي ب ED أو IED study تبقى studied watch تبقى watched وآخرها بيبقى فيه صوت T ask تبقى asked مش أسكت زي ما قلنا قبل كده ولكن في أفعال لازم تحفظ زي ما هي see الماضي منها saw go الماضي منها went yet الماضي منها ate زي رقم 8 So I ate at 8 لازم تركز في التركاية دائت وطبعاً السؤال did you study did you go وهكذا بعدين المضارع البسيط بستخدمه علشان نتكلم عن روتين حاجة بتحصل كل يوم كل أسبوع something happens regularly حقيقة أو fact فأقول مثلا everyday I wake up at 5 sometimes and I go to my work at 9 I take the bus I finish my work I go home and I go to sleep فأتكلم عن روتين حاجة بتحصل بشكل مستمرة The future simple أو المستقبل البسيط بتكلم عن حاجة بتحصل في المستقبل I will أو going to I will حاجة ممكن possible maybe yes maybe no going to حاجة أنا مخطط إن أنا هعملها فأقول مثلا I will eat أنا قررت فجأة أنا هكول مثلا هطلب حاجة ولكن لو أنا قررت إيه الحاجة ديت هقول I'm going to eat pizza for example So simple خلينا نعمل جملة فيها الثلاث أزمينة ديت مع بعض Everyday I wake up at 9 a.m. يعني أنا كل يوم بصحة ساعة تسعة And yesterday I woke up around 7 a.m. يعني أنا نبارح صحيح بالمناسبة بعض الناسبة تقول everyday I woke up ولكن woke هي الماضي من wake فأي yesterday I woke يعني أنا صحيح And tomorrow I think I will change and wake up around 10 a.m. فهدي قملة هي مضارع الماضي والمسابر البسيط لو تعرفت عميل قملة ذاتي سيبه في المصابرات See you next time